أهلاً وسهلاً بكم إلى معرض الصحافة نقدمه لكم من أسجوهات الشرق الإخبارية ونستهله بأبرز العنوين التي جاءت بها يومية الشرق وتطالعون في صفحتها الأولى هذه العنوين الذكاء الاصطناعي مستقبل الجزائر ووزير التعليم العالي يؤكد الجزائر من الدول الإفريقية الرائدة حالياً في الذكاء الاصطناعي تطالعون في عنوين أخرى مشاهدين عطاف في نيويورك للدفاع عن وضوية فلسطين الكاملة ووزير الخارجية سيشارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول دعم غوث اللاجئين تطالعون أيضاً مشاهدين مدريد تتستر على مسار مفاوضات لنقل إدارة المجال الجوي في الصحراء الغربية وتطالعون على رأس صفحة الأولى الوظيفة العمومية ترفعوا اللبس عن حالات خاصة بالترقية تطالعون مشاهدين في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال الذي اخترناه لكم ضمن تفاصيل يومية الشروق وجاء فيها إذن في تفاصيل يومية الشروق وفي قطاعي التربية تطالعون صدقت وزارة والتربية الوطنية على رزنامة الإجراءات العملياتية المتعلقة بحركة تنقل الموظفين المنتمين للرتب الخاصة بموظفي دارة مؤسسات التربية والتعليم حيث أكدت على أنها قد انطلقت رسمياً في التاسع أفريل الجاري وتختتم مع مطلع الدخول المدرسي المقبل 2024-2025 بتمكين البعاليين من استرجاع محاضر التنصيب وإلى ذلك لأجل تفادي وقوع مصالح المستخدمين بموديليات التربية للولايات في أخطاء يصع معالجتها بشكل سريع عند الشروع في تنفيذ إجراءات حركة تحويلات سنوية على أرض الواقع بدر مفتشون برفع مجموعة توضيحات دقيقة عن الفئات التي تملك الحق في المشاركة في الحركة تفاصيل أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع ضمن يومية الشروق مقال آخر يأتيكم مشاهدين في الشروق اليومي ديبلوماسيا عطاف في نيويورك للدفاع عن العضوية الأممية الكاملة لفرسطين حيث يقوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ابتداء من الثلاثاء بزيارة عمل إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أفق الاستحقاق الهام الذي ينتظر مجلس الأمن بخصوص ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في نظمة الأمم المتحدة بحسب ما جاء في بيان للوزارة كما ينتظر أن يشارك عطاف بحسب ذات البيان في جلستين نقاش رفعاتي المستوى بمجلس الأمن حول دور الشباب في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر المتوسط وكذا حول دعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تفاصيل أكثر مشاهدين حول هذه الجلسات التي سيشارك فيها وزيرة الخارجية ضمن يومية الشرق المساء حاضرة بمعادة الصحافة وفي قطاع التربية تطالعون مدرسة جديدة في عهد الرئيس تبون يؤكد وزير التربية والذي أكد أن جهول الدولة في قطاع التربية أعطت ثمارها وتفاصيل هذا الموضوع في الصفحة الرابعة في عنوان آخر الجزائر في العمق الإفريقي وتفاصيل هذا العنوان الرئيسي في الصفحة الثالثة في الصفحة الثالثة دائما تطالعون مشاهدين مقالا وهذا عنوانه الرئيس تبون يستقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تطالعون أيضا مشاهدين الجزائر ستكون قوة اقتصادية في أفاق 2035 وبحث المصار السياسي لنزاع صحراء الغربية في محادثات عطاف مع ديميستورا بنيويورك والتفاصيل في الصفحة الثالثة تطالعون مشاهدين في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال الذي اخترناه لكم وتطالعون في قطاع الطاقة نموذج طاقوي وطني لبناء رؤية استشرافية أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس بالجزائر العاصمة سعي قطعه لتصميم نموذج طاقوي وطني يسمح ببناء رؤية استشرافية فيما يخص الأمن والتحول الطاقويين جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أشغال الطبع الثامنة والعشرين ليوم الطاقة التي نظر تزامنا مع الاحتفاء بيوم العلم تحت شعار من أجل نموذج طاقوي أكثر مرونة في أفاق 2035 وهذا بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب وزيرة الفلاحة والتنمية الترفية يوسف شرفة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة أمين معزوزية إلى جانب محافظة الطاقة المتجددة والفعالية التقوية نور الدين ياسع ورئيس المدير العام لمجمع سونالغاز موراد لعجال تفاصيل أكثر مشاهدين حول تصريحات وزير الطاقة ضمن يومية المساء اخترنا لكم الصفحة الأولى من يومية الموعد اليومي وهذه أهم العنوين التي جاءت بها اليومية مكتبة بنوباديس تثري جامعة الجزائر والتي تضم أزيد من ثمانمائة عنوان تطالعون أيضا مختصون في الفقه الإسلامي يجمعون على أن اللغة العربية مواكبة لكل تطورات الحاصلة في العلوم تطالعون على الصفحة الأولى مشاهدين عديد العنوين العنوين القطاع مدعو لتحصين المرجعية الدينية الوطنية وكوجيل يعبر عن فخره بالاستثمار في تكوين المورد البشري في الجزائر الجديدة عديد العنوين الأخرى ديبلوماسيا عطاف يقوم بزيارة عمل إلى نيويورك ويجري محادثات ثنائية مع المبعوث الشخصي للأمين العامل الصحراء الغربية تطالعون أيضا اقتصاديا نحو تعاون جزائري بيلاروسي في شعبتي الحليب واللحم الحمراء والآن إلى التفاصيل مشاهدين حيث تطالعون في تفاصيل يومية الموعد مكتبة ابن بديس ثثري جامعة الجزائر حيث وشرف ثلاثاء عميد جامعة الجزائر محمد المأمونة القاسمية الحسن بقسنطينة نفقة السيد والي الولاية عبدالخالق سيودة على مراسم تسليم مكتبة العلامة الشيخة عبدالحميد بن بديس لجامعة الجزائر من قبل عائلته ومن قبل عائلته وقفا عليه رحمه الله وذلك بمقر مؤسسة عبدالحميد بن بديس احتفاءا بيوم العلم وانتقلت المكتبة الوقفية للعلامة إلى جامعة الجزائر بموجب الاتفاقية التي وقعها بالمناسبة الأستاذ بو مدين بوزيد مدير الديوان عن الجامعة وتضم المكتبة مشاهدين أزيد من ثمانمائة وثمانية عنوان عمرها يزيد عن مئة سنة تطالعون أيضا مشاهدين عديد العنوين في صفحتي الأولى من يومية الخبر وتأتيكم على النحو التالي تعزيز التجارة بين الجزائر وإفريقيا وعنوين أخرى مرحلة جديدة من التنسيق بين الجزائر وموسكو وزيارات رفعة تل مستوى بالتزامن مع متغيرات جيوسياسية بالمنطقة تطالعون في عنوان فرعي في ذات السياق روسيا حريصة على تعزيز العلاقات إدراكا لمكانة الجزائر في المنطقة عنوين عديدة تأتيكم مشاهدين ضمن هذه اليومية بعض المستوردين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء هذا ما أكده اتحاد التجار الذي كشف عن تورط المستوردين في ممارسة الاحتكار والمضاربة وتزوير الفواتير عنوين هامشية تأتيكم ضمن الصفحة الأولى وتطالعون الجزائر الجديدة كرسة السيادة السياسية والاقتصادية ضمن تصريحات جوجيل وجهود مكثفة من أجل عضوية فلسطين يبذلها عطاف الأمم المتحدة بنيويورك تطالعون مشاهدين في صحابة العربية عديد العنوين العربية والدولية التي تأتيكم في الصفحة الأولى من القدس العربي فيما يخص مشاهدين عن وضع بقطاع غزة إسرائيل قتلت أطفال كانوا يلعبون واستهدفت الشرطة مجددا تعنون هذه اليومية إيران تحذر من رد مؤلم ومساعي أمريكية وأوروبية لخفض التسعيد وفرض عقوبات تطالعون أيضا مشاهدين جيش الاحتلال الإسرائيلي يختال قائدا ميدانيا لحزب الله ويستهدف مسؤولين آخرين اخترنا لكم أيضا صفحة الأولى من العربية الجديد وأهم العنوين التي جاءت بها تطالعونها مشاهدين على النحو التالي الاحتلال يستأنف حرق بيت حنون وعنوان آخر شمال غزة عودة الخبز للمنطقة بعد عودة أول مخبزة للعمل منذ بداية الحرب تطالعون مشاهدين عديد العنوين الأخرى لكن اخترنا لكم أيضا العنوين التي جاءت بها يومية الفيغارو الفرنسية المختارة بمعذر الصحافة لنهر اليوم ضمن الصحافة الأجنبية والتي عنوانت صدر صفحتها الأولى كالتالي هكذا يستغل ماكرون المناسبات الدين التاريخية في عنوان رئيسي وتطالعون مشاهدين ضمن عنوين عفوا أقول الصفحة الأولى من The Guardian البريطانية هذه العنوين إذن مشاهدين انقسام أو انقسامات في صفوف سونك مشاهدين مع اقتراب مع اقتراب حضر التدخين للأجيال القادمة وضربة قاسية يتلقاها سونك بعد تصويت العشرات من النواب ضده وضد قانون حضر التدخين للأجيال القادمة بريطانيا وبهذا نختم معرض الصحافة شكرا على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء